ثم قال أولئك أي الذين فتنوا ورسبوا في ذلك الاختبار أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أيضا لم يرد الإرادة القدرية مشيئة ما أراد أن يطهر قلوبهم لماذا؟ لأنهم مسخ هم ضلال هم منافقون هم يظهرون ما لا يبطنون هم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة هم كذبوا بالحق لما جاءهم فكانت النتيجة لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أما خزي الدنيا فهو هدكهم وفضحهم أمام الناس أن هؤلاء منافقون فيصير الناس ينظرون ويقول هؤلاء المنافقون فضيحة أمام الناس يفضحهم الله تبارك وتعالى ولتعرفنهم في لحن القول وأما في الآخرة فقد ذكر الله لنا كلاما عاما سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لكن كيفية العذاب لا نعلمه هذا أمر غيبي لكن أخبرنا الله تبارك أن لهم عذابا عظيما بل هم في الدرك الأسفل من النار أعادنا الله وإياكم منها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم عظيم ترجمة نانسي قنقر